المساخن ده من أحلى وأسهل الأكلات اللي ممكن تتعامل بيها الفراخ دقته مرة واحدة في حياتي وعجبني جدا وفي الوصفة دي حاولت تعمله أقرب حاجة للمرة اللي جربته فيها دي وفي نفس الوقت يكون شبه الوصفة الأصلية الفلسطينية بدأت بمكس بوهارات عبارة عن معلقتين كامون عليهم معلقتين في الفلسود ومعلقة حبهان مطحون اللي هو الهيل ومعلقة قرون في المطحون ومعلقة قرفة ومعلقة شطة قلبت كل ده في بعضه وكده بقى عندي مكس بوهارات ينفع لأي تدبيلة فراخ شرقي عموما بس للمساخن هيحتاج حاجة تانية هقولك عليها بعد شوية بالنسبة للفراخ أنا استخدمت وراك عشان لما دقته قبل كده كان معمول بيها بس ممكن تستخدمه صدور عادي اتأكدت الأول إنها نشفة كويس عشان الجلد يقرمش وغطتها بشوية زيت زتون وزيت الزتون من المكونات الأساسية في الوصفة دي وهنستخدمه كتير فيها ده كان كيلو أوراك حطت عليه معلقتين صغيرين ملح ومعلقتين صغيرين من البوهارات اللي عملتها من شوية وحطت من ده ده بوهار اسمه صماك ويعتبر مكون أساسي جدا في الوصفة دي برضه هتلاقوه عند العطارين الكبار وفي السوبر ماركت ويبقى حظكو حلو قوي لو لقيته النوع الفلسطيني اللي بيجي من جنين حطت منه 3 معلق صغيرين مليانين ودهنت الفراخ دي كويس جدا بالتدبيلة من كل حتة وتأكدت إنها وصلت كمان تحت الجلد ممكن تسويها بعد كده بأي طريقة أنا سوتها بإني حطتها في الفرن على درجة حرارة 200 وهي بتستوي عملت البصل والبصل في الوصفة دي مش حاجة بتدي طعمه خلاص لأ ده برضه مكون أساسي عشان كده استخدمت منه كتير خمس بصلات كبار على الثلاث أوراك دول وعادي تستخدموا بصل أبيض أنا استخدمت بصل أحمر عشان اللون بس أشرته وقطعته وحطيته في الكبة في وصفات بتقطع البصل قطع كبيرة ووصفات بتقطعه جوليان بس عادي ده حسب ما تحبه برضه وفي طاصة على نار متوسطة سخنت زيت زتون زي ما قلتلكم زيت الزتون من المكونات الأساسية عشان في خطوة البصل دي بنحط منه أكتر من اللي بنحطه في العادي لما سخن الزيت حطيت في البصل وبدل تقلبه كويس باستمرار لما البصل بدأ يتبل ويطرع ولونه يصفر بس قبل ما يتحمر حطيت عليه معلقة صغيرة مليانة ملح ومعلقة صغيرة من ميكس البهارات اللي عملته في الأول ومعلقتين صغيرين مليانين سماق وممكن تزودوا سماق عن كده كمان قلبتوا برضو شوية بعد كده حطيت عليكم بيتين مياه سخنين ومكعب مرأة ده عشان أنا ما كانش عندي شربة لو عندكم شربة حطوها بدل المياه والمرأة اللي أنا استخدمتهم دول سبت البصل يغلي على نار هادية لمدة عشر دقايق كل فترة بس كنت بقلبه كده عشان ما يتحرقش من تحت لما وصل للقوام ده اللي هو شبه الصاص كده شلته من على النار وكده كان عدى نص ساعة من ساعة محطة الفراخ في الفرن ده كان كفاية قوي عليهم طلعتهم من الفرن وشلتهم من الطاجن اللي سوتهم فيه شايفين بقى الجوزز اللي نزلت من الفراخ دي دي هنستفيد بيها برضو في الوصفة العيش اللي بيستخدموه في الوصفة دي هو عيش الطابون ده عيش فلسطيني بيتخبز على الزلط السخن للأسف ملقيتش أي مكان قريب مني بيبيعو فبدلته بالعيش الشامي كنت بغطيه بالأول باللي في الطاجن من تحت ده بعد كده بطن بي الطاجن الأقرب كمان من العيش الشامي العيش الطابون هو عيش الصاج أو الرؤاء الطري أو التميس أو حتى التورتيال مكسيكي بعد ما بطنت الطاجن بالعيش حطيت عليه البصل اللي عملته من شوية وفوقيه حطيت الفراخ وعارفين بقى ليه الأكلة دي سمها مسخن عشان الخطوة اللي جاية دي لأن كل مكون من مكونات الأكلة بيتعامل لوحده بعدين بيترصوا فوق بعض كده وبيتسخنوا مع بعض عشان أسخنهم نقلت الراك بتاع الفرن الفوق واشغلت شوية الفرن من فوق وحطيت الطاجن ده تحتيها وفي الوقت ده سخنت زيت زتون تاني على نار بين الهادية والمتوسطة وحطيت فيها الصنوبر وبما إن أسعار الصنوبر دلوقتي بقت مش منطقية فممكن تبدله باللوز المتأشر أو السوداني حتى بس كده كده مش محتاجين كتير أصلا وأنا بحمصه في الزيت لازم موقفش تقليب عشان ما يتلسعش من حتة وحتة لأ فدلت حمصه لحد ما لونه بقى دهبي كده وهنا شلته من على النار لما المسخن اتسخن وتحمص من فوق طلعته من الفرن وحطيت عليه الصنوبر أو نوع المكسرات اللي هتستخدمه عموما واللي عرفه عن الأكلة دي وصححولي لو أنا غلطان هو إنها بتتعامل في طاجن كبير وكله يأكل منه دل إنها بتتعامل في أوقات العزومات واللمة عشان الناس تتجمع عليها ونتيجة اللي أنا عملته في رأيي كان تحفة وقريب جدا من اللي أنا جربتها قبل كده مبهارة ومستوية كويس والعيش اللي تحت الفراخ والبصل شارب من الطعم وحلو جدا وعلى حسب ما قريت فالأكلة دي اخترعوها في طول كرم في جنين يعني أكلة فلسطينية أصيلة وعمرها أكبر بكتير من 75 سنة فجربوها وما تنسوش تدعو الأهلنا هناك ولو وصلتوا للنقطة دي شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر